أولى وجهات المنتصف نيروبي انطلقت بها قبل ساعات القمة الأفريقية حول الأسمدة وصحة التربة يمثل خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمة بالخارج ناصر بوريطة العاهلة المغربي الملك محمد السادس في ختم القمة اليوم على مساوى القادة يرتقب صدور إعلان نيروبي الذي سيضم خلاصات النقاشات بين الوفود المشاركة من بينها المغرب الذي أكد التزامه القوي وطبقا للتوجيهات الملكية بتقاسم مراكما على مر عقود من خبرة دولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع بلدان القارة الإفريقية محمد بن عبو في المتابعة قمة نيروبي من المرتقب أن تتوج باعتماد خطة عمل عشرية تقدم توصيات ملموسة بشأن التدابير التي ينبغي على القادة الأفارقة ومختلف المتدخلين اتخاذها على مدى السنوات العشر القادمة كما ستعمل هذه الخطة على توجيه السياسات الجديدة والاستثمارات المستقبلية التي تهدف إلى تمكين الفلاحين من المساهمة في استعادة صحة التربة وتنمية إنتاجية الأسمدة ومرضوديتها استعدادا لهذه القمة انعقد بن نيروبي اجتماع تحضيري حول الأسمدة عرف مشاركة فاعلة للمغرب وقدمت خلاله المملكة جملة من المقترحات استعرضها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي الآن لا بد أن تكون هناك واحتضاف الجهود على الصعيد الافريقي عبر اتفاقيات عبر الشراكة لأجل العمل على نقل الممارسات الجيدة وكذلك على تمويل السوق الأفريقية بالأسمدة لكتولم مع الثربة ومع الأراضي الأفريقية فهذا كان بالاقتراح للمملكة المغربية هذه المقترحات من شأنها أن تعزز إعلان نيروبي المتوقع أن يعتمده المشاركون في القمة فالمغرب طبقا للتوجيهات الملكية يلتزم بتقاسم تجربته في مجال الأسمدة مع البلدان الافريقية يتعلق الأمر بتجربة ناجحة ومهمة يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة جامنة يعقوب شعيبة تجربة المغرب في المجال الزراعي ناجحة حيث أن المغرب وضع خطة من أجل السعي إلى تحقيق الأمن الغزائي هذه الخطة تم تعززها بخطة ثانية في عام 2020 الجيل الأخضر المغرب كانت على استعداد لتقديم مهاراتها في هذا الجانب حيث أنها أنشعت عدة مصانع اختارت من أكبر البلدان الأفريقية كثافة وهي إثيوبيا ونجيريا هذه التجربة تعتبر ناجحة جدا قمة نيروبي ستمكن من إجراء دراسة شاملة لوضعية صحة التربة في إفريقيا واقتراح حلول لتعديل الاستراتيجيات المعتمدة لتعديل إنتاجية التربة لتحقيق محاصيل أعلى وأكثر استدمة في خدمة المواطن الإفريقي ترجمة نانسي قنقر